رعا معالي شيخ خالد بن علي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف افتتاح عمل الندوة النقاشية التي حاملت عنوان المائدة القضائية المستديرة حول أتمة المحاكم وتخصص المحاكم هذه الندوة التي جاءت بالتنسيق ما بين معهد الدراسات القضائية والقانونية والمجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي جمعت العديد من خبراء العمل القضائي والقانوني من داخل البحرين وخارجها وسرعت إلى مناقشة مختلف المواضيع والمسائل القانونية المتعلقة بأهمية تسوية المنازعات والبت في متنوع القضايا بأسلوب فعال وشفاف لا يستهلك الوقت الكثير وغيرها من المواضيع ذات الصلة مائدة قضائية دسمة أفلحت في تقديم متنوع أصناف القضايا والمواضيع التي تعنى بكيفية تقديم الخدمة القانونية المثلى بأسرع الطرق وأقل التكاليف أتمتت المحاكم عبر أفضل الخدمات والأنظمة الإلكترونية موضوع من بين مواضيع عدة تم مناقشته باستفاضة لكونه يسهم إلى حد كبير في سرعة البت بمختلف القضايا والنزاعات المرفوعة من أي مكان وتتبع الدعوة وتقديم الأدلة الخاصة بكل قضية بشكل سلس ومرن وشفاف لا تعقيد ولا غموض فيه اليوم بالفعل في هذه المائدة المساديرة بتضم عديد من الخبرات خمسة دول العربية ممثلة على هذه الطاولة بالإضافة إلى خبرات جاءت من دبي وكذلك من وزارة تجارة الأمريكية في برنامج تطوير القانون التجاري عندنا ثلاثة من كبار قضاة أتوا ليستعلقوا هناك موضوعين همين موضوع يتعلق بالمحاكم المتخصصة كيف أن تنشئ قضاء متخصص فاعل في نوعية معينة من النزاعات يكون على دراية تامة بطبيعة هذه النزاعات وستطيع أن يفصل فيها بسرعة وفعالية قسم الثاني وهو الأهم أيضا وهو مسألة التعامل الإجرائي في سرعة الفصل في القضايا وخاصة استخدام التقنية الحديثة اليوم إذا كنت ببلغ شخص التبليغ بالعادة قد يأخذ أسبوعين إلى ثلاث أسابيع إذا استعملت الهاتف بيأخذ لحظة واحدة تخصص المحاكم وتطويرها بالشكل الذي يصبح بالإمكان تسويته أبرز قضايا مجالات العمل المتنوعة عبر محاكم متخصصة بكل مجال على حدة هو موضوع آخر تم التوغل فيه الفعالية تأتي في إطار مشروع كامل أو رؤية متكاملة لتطوير القطاع القضائي في البحرين بشكل متكامل فعندنا موضوعين رئيسيين بالناقشهم في هذه الوارشة موضوع اللي هو حوسبة المحاكم البحرينية أو استكمال الحوسبة لأن الحمد لله المحاكم البحرينية وصلت للمدى جيد في مسألة الحوسبة فحين نحاول إلى تحويل كل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني هذه الجزء من العمل في هذا التجاه وأيضا هناك المحاكم المتخصصة من نقشها كيف يكون البحرين فيها محاكم تكون أكثر تخصصا وأكثر تعاملا باحترافية مع نوعية القضايا التي تطرح تحتاج معرفة خاصة أردنا التعرف أكثر عن مدى الخبرة التي تتميز بها مملكة البحرين في المجال القضائي ولنعمل سوية من أجل استحداث أفضل الأنظمة التي ترمي إلى تطور نظام عمل المحاكم مائدة جمعت بكامل استدارتها ثلة من خبراء العمل القضائي والقانوني في البحرين والإمارات العربية المتحدة والوليات المتحدة الأمريكية مائدة لم تغفل عن طرح جملة من الموضوعات النقاشية الهامة المتمحورة حول معالجة شتى المسائل القانونية المحتملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر